السلام عليكم في حلقة جديدة فيديو جديد عن أبراج والنهاردة قررت أتكلم عن برج الجوزاء لشهر سبتمبر 2019 أهم توقعات ونصايح وتحضيرات لبرج الجوزاء وأسرار مهمة جدا تخص برج الجوزاء بصوا برج الجوزاء بيزعالوا مني كتير إن أنا مش بتكلم عنهم بس أنا عني مشكلة إن أنا لأبراج في أبراج مش عندي متابعين كتير لهم بصراحة زي برج الجوزاء وزي برج الأسد زي برج المين تاني ما عنديش ناس كتير في قوس برضو ما عنديش ناس كتير لبرج القوس طور ما عنديش ناس كتير طور فعشان كده الأبراج دي أنا مش بتكلم عنها كتير لإن أنا بحس إن أنا ما عنديش متابعين كتير مش بتحمل ناس بتمشاهدة ولا لايكس كتيرة فبحس إن أنا ما عنديش ناس كتير فلو عايزين برج ده أتكلم عنه كتير يبقى لازم تعملوا شهر كتير كتير وتعملوا لايكس كتيرة جدا وتقولولي بتفرج علي من فين وإنتوا برج إيه وقلوه عندكم كم سنة بتشتغلوا ايه طيب برج الجوزاء اول حاجة عايز اقولها لك يا برج الجوزاء ان انت الفترة دي كسول جدا جدا ودي مش عوايدك يعني اي حد برج الجوزاء احنا نعرفه هتحس ان هو اكتر كسلا كسول اول فترة دي متنح يعني حاس انت عارفين انتو البلغ كده متنح مش عايز تعمل حاجة مش في عوايدك عندكم صفرة الفترة الجاية دي ممكن تكون في اواخر اغسطس اوائل سبتمبر عندكم صفر يعني هتصفروا يا برج الجوزاء وبسطوا بتدور في دفترك القديمة فترة دي انت عمال بتفتكر بقى ذكريات قديمة ناس قديمة كانت في حياتك فانت الفترة دي مهتمة قوي قوي في دفترك القديمة وباشخاص كنت تعرفها موجودة في حياتك عندك عندك الفترة دي حاسس ان انت ضيعت فرص كتير قوية عندك ندم بتندم انت الفترة دي جدا يا برج الجوزاء قولولي انتوا مكسلين فعلا الفترة دي زيادة يا برج الجوزاء وحاسين انتوا مش قادرين تقوموا على السنين مع ان دي مش عوايدكم انتوا هايبر اكتف وعندكم ندم ولا لا طيب في حاج ممكن يكون مريض من عالتك يا برج السرطان انت بتاخد بالك منه يعني شخص ممكن يكون قريبك درجة اولى وهو تعبان وتعبان جدا الفترة دي وانت الان عليه بتاخد بالك منه يعني فانا بحييك على الروح ديت وبحييك على اهتمامك بها ده الشخص وان انت بتحاول ان انت تحاول ان انت تكون جدع معاي وطيب معاي وكده برج الجوزاء شايفة عندك الفترة دي اعجابات كتيرة قوي قوي ناس كتير معجبة بيك وناس كتير بتحاول تتقرب منك بس انا شايفة انهم بتقربوا منك لمصلحة اكتر يعني احذر من اي حد بيحاول تتقرب منك لان انا شايفة اللي بتقربوا منك ممكن يكونوا محتاجين منك حاجة بيدورها لمصلحة طيب بتتعرف على ناس كتير قوي بتشوف ناس كتيرة جديدة في حياتك محتار 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 يعني انت بقى انت كسول وحيران اول حاجة ان انت مكسر الفترة دي وحيران والله انت دقيقة الملاحظة فيه بنتك كده 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 انت ايه اللي حصل في ضوافرك احييك على دقة ملاحظتك بوس اصلايا بعد ما رجعتم السحر هما كلهم كانوا بيبوشوا في المياه وبيتكسروا والله يا سناء بس بروحوا عليك انت دقيقة الملاحظة جدا ماما انت يا مام بتخرجي بتاع ليه اه معلش يا جماعة بس امامتي عمر مش موجود ماما موجودة اه طيب برج الجوزاء كمان شايف الفترة دي انه انتو عندوكو غيرة من ناس وحبكو يعني فيه حد صخبك او حد حبيبي ايه انت دايما بتعتبر وندي ليك فلما بيامل حاجة تقولي ايه ده وعمل كسر لا ناس ام عمل زيك شايفك بتخرج كتير يا برج الجوزاء برضو يعني انا شايف عندك طاقت يعني انت كسر بس بتخرج يعني او ممكن تكون مسافر مسافر في مكان بتتعرف فيه على ناس جديدة انا شايف ناس جديدة كتير جديدة ده في حياتك شايفك يا برج الجوزاء كمان فيه حد يا برج الجوزاء الحد ده معجب بيك قوي 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 وانت مش مديه الوش مش مديه الاهتمام ممكن تكون انت مش بتبادله نفس المشاعر او بس شخص ده من برج ترابي يعني شايفك يا جديدة عزراء طور الشخص ده بيحبك قوي بيفكر فيك كتير بيعمل معاك تخاطر وانت اصوله هنا هو اصلا الجوزاء مش مركز ممكن تكون انت معجب بشخص الفترة دي بس لسه مع الطرف طرهوش الجوزاء من النار اللي بيحب يعني انت انت معجب بيه بس انت حاسه معجب بيك فانت خلاص طالما حاسيت ان هو معجب بيك you lost your challenge ودي نصيحة عايز اقولها لاي حد بيحب برج الجوزاء او عايز ارتبط برج الجوزاء اوعى تباين للجوزاء حبك او اعجابك لو انت بينت له حبك واعجابك الموضوع انتهى خلاص he lost his interest او she lost her interest ما تباينش اطلاقا للجوزاء اعجابك او حبك او ان انت عايزه لان هو بيحب الحاجة الصعبة بيحب التحدي بيحب اول ما هيحس ان انت كمان موجب بيها هيهرب على طول هيهرب هو عنده بانك من الارتباط ويعني انت جوزاء للاسد كل الناس خلاص انت تفضغت يا برج الجوزاء كل الناس عارفة ان انت عندك بانك من الارتباط كل ما تيجي ترتبط بتهرب كل ما تيجي حد يشوفك ان انت يعني حد عايز يرتبط بيك لا 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 انا مش عايز وههرب لازم اهرب دلوقتي فانا شايف ان انت بتهرب من الارتباط او هربت من الارتباط وده ممكن تكون ده سبب ندمك ان انت جات لك فرصة ارتباط حلوة جدا وانت هربت منها او استهبلت ودلوقتي عملت زعلان بقى لو حاس ان انت ندمان طيب الابراج اللي هكون معجابة بيك الفترة الجاية دي ابراج ترابية ابراج هوائية لانت عندك موجبين كتير اوى على فكرة وابراج مائية كمان وشايف ابراج كل الابراج موجودة حولك يا برج الجوزاء بس في حاج تعبك اوي من برج ناري الشخص ده تعبك جدا تعبك يعني بتفكر فيه اوي او هو بيلعب بديله كتير بتاع يعني بتاع هو تعبك شخص تعبك اوي فانا شايف انا في حد تعبك عاطفيا بس يا برج الجوزاء شايفك يعني اكتر من الفرص اللي بتجيلك انت ندمان على فرص ده يعطاه في الماضي فانا مش عايز اقولك خلاص بقى اللي راح راح يا ماما مش ممكن يا ماما انا فكرة يا ماما بعمل فيديو والله الناس عادت دلوقتي سامع كل الازعاج ده يا ماما صمامتي حبكة معت تغير نظام الشقة طيب انا بعمل فيديو دلوقتي حالا طيب برج الجوزاء كمان شايفة شايفةك زي ما قلت بقى عندك طاق صلصة شفاء يعني انت ممكن تكون معجب بش ثلاث اشخاص في نفس الوقت اربع اشخاص عندك معجب بناس كثيرة قوي انت مش محدد ولا عارف انت عايز ايه ولا مقرر انت راح حسين شايفةك تاية في طريقك وفي الحب وفي العمل بس انت عندك في العمل شايفةك مركز شايفةك يعني لا في العمل انا شايفةك ناجح برج الجوزاء وشايفة عندك وشايفة عندك كرييشن يعني انت كرييتف الحاجة الوحيدة اللي شايفةها ان انت بتفكر تعمل مشروع خاص من فترة بس مش عارف تاخد الخطوة الاولى بس انت بتفكر تعمل حاجة خاصة بك انت مش عارفة عندك حد ومش عارفة تبقى موظف فانا شايفة ان انت بتحاول تدور على شغلانا شغلانا تبقى مستقرب فيها ان انت تبقى رب العمل يعني وانا شايفةك هتنجح شايفة كمان يا برج الجوزاء انت لما في حاجة نخوفك لفترة دي يعني قرار ممكن تكون خايف تاخده في حاجة القايك في حاجة نخوفك في حاجة تعبك نفسيا في حاجة ما خليك بتفكر كتير أصلا حاولوا تقللوا تفكير حاولوا تقللوا صهرة حاولوا تقللوا ان انت تتعلقوا الناس بيكو يا برج الجوزاء حاولوا تقللوا ان انت تدور ان انتو في مشاعر من نحياتكو تتخلوهم يتعلقوا بيكو وبعد كده تهربوا انا بدأك من الجوزاء على فاكرا انا من اكتر العبراجل بتأبني يوتوا من الجوزاء علشان بقدرش افهمهم بقدرش عرف هم عايزين ايه لان هم اصلا مش عارفين هم عايزين ايه حاولوا تحددوا يا برج الجوزاء مع ناس كنتو عايزين ايهILY عشان متعلقوش ناس بيكو متحققوش متخلوش ناس تكرهكو تزعل منكو لان هم مش قادرين يوصل لو هم عايزين ولا عارفين هم عايزين ايه معاك ولا انتو عارفين فتخص ان انتو الاتنين ضيعين فبليز يا برج الجوزاء يعني تتبعوا النقطة دي شايفاك يا برج الجوزاء الفترة دي برضو عندك ممكن تكون ازمة مادية او ان انت عندك حاجات كثيرة قوي مصاريف كثير جدا جدا او عايز تسايفر عايز تعمل حاجات كثيرة وممكن فلوس اللي عندك على قد يعني اتمنى لك انساء الله ان ربنا يعني يدي لك رزق يعني يبرك لكو في رزقكو بشكركم يلا بقى اقول لكو قلولي تحت القراءة دي بتتفق معيكو ولا لا قلولي تفرج عليها من فينو انتو برج ايه كمان قلولي عندكو كم سنة قلولي بتشتغلوك شكرا باي مع السلام